تعد حديقة سانترال بارك معلماً دارزاً في مدينة نيويورك الأمريكية يعود للقرن التاسع عشر ولها مقاوماتها الفريدة مراسلنا رضا أبو شفرا يقربنا من بعض ملامح هذه الحديقة ومن خصوصيتها الطبيعية والثقافية والتاريخية سانترال بارك رئة نيويورك وحديقتها الخضراء المتربعة على مساحة أربعة كيلومترات مربعة تصر الناظرين وتجمع عناصر المتعة والجمال الماء والطبيعة الخضراء بأحسن تجليتها وفوق ذلك كله البشر المبتهجون بدأت عملية إنشاء هذه الحديقة عام 1857 وتواصلت لمدة 18 عاما دون توقف حتى أثناء الحرب الأهلية الأمريكية إلى أن تم افتتاحها رسميا أمام الجمهور عام 1873 أعتقد أن ما يجعل سنترال بارك مكانا رائعا هو أنه يشبه منطقة معينة من الطبيعة في وسط هذه المدينة الكبيرة وهذا ما يجعله مميزا كان وراء إنجاز هذا المعلم الفريد رجلاني أحدهم الكاتب والمصمم الأمريكي فريديريك أولمستيد والآخر المعماري الإنجليزي كالفيرت فاكس وقد زار لهذه الغاية معظم حدائق أوروبا الشهيرة وخصوصا حدائق مدينتي باريس ولندن يعد أولمستيد المصمم الأول للمتنزهات في أمريكا خلال منتصف القرن التاسع عشر وهو الذي أحدث ثورة في الطريقة التي ننظر فيها إلى الحدائق العامة وكيف نستخدمها ونصممها هذا الشهر نحي الذكرى المئوية الثانية لميلاده لقد جمع كل أنواع الطبيعة معا وأظهر احترامه للأرض فصل مسارات المشي بعيدا عن حركة غرور المركبات لقد شكل رؤيتنا لقد كان شخصا مميزا وبناء للغاية يضم هذا المكان متحفين من أهم وأكبر المتاحف في الولايات المتحدة والعالم متحف الميتروبوليتان ومتحف التاريخ الطبيعي الذي يجمع النباتات والحيوانات وكل ما يمت لتاريخ الحياة الطبيعية بصلة إلى جانب ستة وثلاثين جسرا صممت بها بطريقة فنية بحيث لا يشبه أحدها الآخر بالإضافة إلى تسعة وعشرين نصبا فنيا ومنحوتا لكبار النحاتين الأمريكيين مسلة كليوباترا في سونترالبارك تعد من أعظم المنحوتات المتبقية من العالم القديم وهي واحدة من ثلاث مسلات تم نقلها من مصر إحداها في لندن والأخرى في باريس وهذه موجودة هنا في هذا المكان منذ أكثر من مائة وثلاثين عاما يبلغ وزن مسلة كليوباترا مئة وثمانين طن ويعود تاريخ بنائها إلى عام 1450 قبل الميلاد الكتابة الهيروغليفية التي تغطيها تصف انتصارات رمسيس الثاني وقد أهداها الخديوي إسماعيل إلى أمريكا عقب افتتاح قناة السويس لتمتين العلاقات بينها وبين بلده الماء والطبيعة في تجلياتها المبدعة جمعتها يد فنان لتكون في خدمة مدينة نيويورك في سنترال بارك نجد روعة التصميم الإقبال كبير يوميا أعتقد أننا نستقبل أكثر من أربعين مليون زائر سنويا لقد عشت في لندن وروما حيث توجد أيضا حدائق رائعة ولكن لديهم أجواء مختلفة عن سنترال بارك ولكن كما قلت ربما تكون بساطة التصميم هي السر فهي علامة على تألق المصمم الذي ساعد في تحقيقها أدرج هذا المنتزه في سجل الأماكن التاريخية الأمريكية عام 1963 إذ يعد أول وأضخم منتزه أنشئ في الولايات المتحدة وأكثر المنتزهات من حيث عدد الزوار الكل يتحدث عن سنترال بارك هذا أول مكان أردت زيارته عندما وصلت إلى هنا في نيويورك أعتقد أنه معلم تاريخي يمكنك القضاء اليوم كله هنا إذا أردت يمكنك ممارسة الرياضة وسماع الموسيقى وهناك الكثير من الأماكن لتناول الطعام ولديك المتحف والكثير من الأشياء يعد سنترال بارك أكثر مكان في العالم جذبا لصناع السينما إذ شاهد تصوير أكثر من 350 فيلما كما أنه المكان الذي شاهد أكبر الحفلات الموسيقية في التاريخ من حيث عدد الزوار وكان ذلك عام 1997 حين حضر الحفل أكثر من مليون شخص سنترال بارك هو المكان الهادئ الوحيد بالمقارنة مع أي مكان آخر يمكنك أن تكون فيه هذا هو المكان الوحيد الذي يمكنك فيه سماع صوت العصفير يحتوي سنترال بارك مجموعة من البحيرات التي تبدو طبيعية تماما رغم أنها من تصميم يد الإنسان وصنعه ومئات الآلاف من الأشجار العديد من أنواع الطيور والحيوانات والأزهار على اختلافها بالإضافة إلى طرقات خاصة لممارسة رياضة المشي والجر وسياقة الدراجات بطول عشر كيلومترات إلى جانب إحدى وعشرين ساحة مخصصة للأطفال وساحتين للتزلج ومكان لتأجير قوارب التجديف ومسارح للعروض الموسيقية والغنائية تتسع لأعداد ضخمة إنه مصدر فرح أنت تنظر إلى سنترال بارك فاتر الجمال هنا يستطيع السائح أن يلم بتفاصيل المكان إذا امتطى عربة يجرها حصان أو تجرها دراجة هوائية تأخذه في جولة خاصة بيد أدلاء مدربين ومرخصين في سنترال بارك الواقع قد تجاوز كثيراً حدود ذلك الحلم فصار أكبر حدائق العالم وأهمها وأكثرها جذباً للزوار رضا بوشافراء سكاي نيوز عربية نيويورك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر